بالنسبة لي هو علي معلول نجم طبعا النادي الاهلي واللي فضله سنف عقده واللي ممكن لغاية دلوقتي النادي الاهلي ما تكلمش معاه بشكل رسمي وبشكل نهائي حول تمديد التعاقد الا باستثناء البعض من المقربين من الادارة النادي ان هم اتكلموا مع علي معلول علي معلول يمكن متغير موقفه الفترة اللي فاتت شوية بعد طبعا ما كان عنده رغبة انه هو يستمر داخل النادي الاهلي لكن بعد الاصابة وبعد المشكلة الكبيرة اللي حصلت مع الجهاز الطبي واسراره وتمسكه على العلاج في بلده في تونس ورافضه اكتر من مرة للعودة للنادي الاهلي في المواعيد اللي كانت مقررة قبل كده يمكن علي معلول بدأ يتراجع بدأ يدرس شوية العروض اللي تلقاها خلال الفترة اللي فاتت سواء من الامارات ومن تركيا ومن احد الاندية السعودية علي معلول خلينا نشوف هل علي معلول الفترة اللي جاية هيتمسك بتراجعه ويروح لي العروض اللي جاياله احد العروض منها بمقابل اتنين مليون دولار في الموسم تاني احد العروض اللي تلقاها علي معلول النجم التونسي باتنين مليون دولار اخر خبر معايا قبل ما نروح للنتائج هو تلقي يوسف اوباما نجم نادي الزمالك عرض مغري من احد الاندية القطرية عن طريق نيبوشة اللي كان بيدرب نادي الزمالك فترة من الفترات فالعرض مغري واتكلموا معاه اكتر من مرة لكن احنا عارفين ان يوسف اوباما ممدد عقده مع نادي الزمالك خلينا نشوف ايه هيتمر الفترة اللي جاية